نعم سؤال الثاني سؤال الثاني ما هو الذنب الذي فعله النبي يونس عليه السلام من هو الذنب الذي فعله النبي يونس عليه السلام نعم نعم فألقاه الله في بضن الحوت نعم وأهل الحوت تبقى اليوم يبعثون ولماذا شجرة اليقطين من دون غيرها لماذا اليقطين دون سواها نعم شكرا شكرا لك يا تقي فضل سمحت الشيخ أختقي نحن كنا متفئين معك دائما أن يكون لك سؤال واحد عم يعني تاخد من وقت غيرك أنا بالنسبة لي أخهم كريم حبيبنا تفضل سمحت وإن كنت لا أعرفه معرفة شخصية لكن صار من رواد هذا البرنامج الله بس الله نعم سؤال الثاني سؤال الثاني وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني احتمل أنه الله ما بيقدر إيجابه يونس هذا ما عاد نبيه هذا صار أي كلام ظن يونس شو صار قوم يونس عصوا الله عز وجل أمر الله رسوله أن يقول لهم أنه سينزل عليهم العدى فيه الناس شاطري ما فيه سامري بلى استعمل الدين صحيح أخذ من قبضة قبضة من أثر الرسول طي وعما على كفر فيه واحد بعد عنده عاقل فيهم قال طيلوا دوابكم وأطفالكم ونساءكم وا 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 واتهلوا إلى الله توبوا إليه بل كي بيأخر عنكم العزاب ما كشف ليونس هو ما يقتضي تقتضيه حجية أن الزم يتلوه عقابه في الدنيا ثم في الأرض فلما بادروا بدى لله فيهم مو بمعنى أنه الله غير رأيه لا حاشا لله أظهر الحكم الواقعي أجله كأنما يونس شايف أنه مصدقيته انتهت لدى القوم أحرج أحرج فغادر قومه مغاضبا مغاضبا للرب مغاضبا لقومه إنه ما سمعت مني تسمعوا من واحد درجة عاشرة ما أنا اللي عم قلكني لو عملينه ما وصلت لها وظن أن الله لن يقدر عليه رزقه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويبسط ويقدر ويقدر أيضا فيه صحيح يقدر ظن أن لن نقدر عليه وفي آية فقدر عليه رزقه أحسن بهذا المعنى لم يرتكب ذنبان ولا شيء نعم ترك القوم فساهم فكان منها المضحض مضحض لسه ما فازل تقمه الحوت الحوت ما هو هل هو من الحيتان العادي أو سخره الله أو لا حوت صناعي ممكن قارب مثلا لأنه لأنه هل هناك حيتان تعيش إلى يوم يبعثون أو المقصود أن الحوت هو قبر يونس عليه السلام حصور لك المسألة أكثر كيف يمكن أن تتخيل نعم شخص يبقى في علبة إلى يوم يبعثون كيف ما ستبدل الأرض غير الأرض إلى آخر في حالة وحدة ممكن تخيلها الآن أنك تحطه بكابسولة فضائية وتطلقه بيبقى هائم بالفضاء إلا إذا لطشوا شي نيزا هذا الذي ممكن تتخيل أن يبقى إلى أن يطوي الله كما بدأنا أول خلقه نعيده فما في حوت بيربى هلال بيقعد هلال العمر كله إلى يوم يبعثون إلا أن يكون حوتا خاصا لذلك بدنا نتأمل في لسان حال الروايات الوردة حول يونس وحوت يونس لنشوف هل هو حوت من حيتان البحر المخلوق أم شيء آخر خاصة أنه العبارات عبارات دقيقة جدا لم ترد في القرآن إلا مرة واحد فساهم فكان من المبحض يعني أنه وقع عليه القرعة بأن ينزل من الفلك الذي كان فيه هو النبي بيدخل بالقرعة مع الناس كمان سؤال هذا يحتاج إلى بحث رواي أخطقي معمّق لأنه بنشوف ماذا يقصد ماذا تقصد الروايات الواردة عن أهل البيت عليه وسلم يعني مثلا اليوم بالتحديد كنت عم بكتب شيء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مع المنجمين أحد المنجمين جاءه أو أحد أصحابه سأله عن التنجيم فقال هذا يعرف في العالم الأصغر أو في العالم الأكبر أو في العالمين معا طلع في العالم أصغر وهي سماء الدنيا هاي كل المجرة التي تعالى أصغر ويمكن أن تصل إليها زبزبات كالراديو تبعا بس فيه عالم أكبر هو السماوات الست البقية التي لا يمكن لنا أن نصل إليه إلا باختراقات زمنية ما زلنا متخلفين عنها تماما لسان الرواية ما كان بيفهموا المعاصر للإمام بدأنا نستجلي شيئا بدأنا نستجلي شيئا بدأت تتبع الروايات أختقي بهذا المجر لماذا شجرة ليقطي؟ هلأ لحكمة أرادها ولعلة أرادها الله سبحانه ذكر بعض العلماء بأنه هي التي تمنع عفونة تعصن الجل بورقها وكذا ثم سماها شجرة سماها شجرة علما أنها باللغة العربي ناجم وليست شجرة من النجوم صحيح من النجوم والنجم والشجر يزجدان مش الكوكب يزجد ما نجم عن الأرض نبات صيفي له ساق والشجر الذي يبقى من سنة إلى سنة نبات موسمي كلاهما يزجدان لله ألي قطي النجم فلماذا سماها الله شجرة؟ هل من الشجر الذي يبقى من سنة إلى سنة؟ ما علة أوراق اليقطين في تطفئ إطفاء ما تركه أسيب بطن الحوت فيه مثلا نحن نحن نعرف الحوت بالأول لنعرف لشو ستعمل شجرة اليقطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر